ورجعنا لكم مستمعينا دائما من خلال فقراتنا لموتا نوعا وغاديمشي مباشرة الاقتراح ديال واحد الكيك ليكي جي ساهل كيفما قلت في الفيسبوك يتسمى ديسباسيتو على ديك الاغنية اللي تشارت بزاف فالمستمعات سموها هاد سمية فالقنجح كبير فالانتاغنهات في الفيسبوك ففرصة لنعطيه في البرنامج لمستمعات لي ربما ما يدخلوش بزاف للصفحات ديال الفيسبوك فبالنسبة لهاد الكيك حصلنا روقع 3 التي يتسمى الملش المحلق من الجيد بزاف الملش المحلق من الجيد الزيت الحليب السائل والطحين قبيصة الملح ثلاثة بيضات جوج المعالق الكاكاو خمارة جميلة هذا المقادر الأولين في المقادر الأولين سنحتاج الكيكة ثلاثة بيضات قبيصة الملح الزيت الحليب السائل طحن الفورس جوج المعالق كاكااو و حمرت جميلة سنطرف 3 بيضات ثلاثة بيضات مع الزيت السائل وذلك فهي يجب ان تضيف الكريمة لا يوجد كبير تسبب كبير هذا يسر دائماً في الأنواع الكاك مالذي نطربوهم جيداً فهنا نطربوهم مع سبعات المعالق برد الساندة من بعد نضيف باقي المقادير يعني نضيف حيدنا البيض وساندة نضيف قبيسة الملح نضيف سبعات المعالق الزيت سبعات المعالق الحليب نخلطه جيداً ثم نضيف سبعات المعالق الطحين فورس مع جوج المعالق كبار الكاكاو مع خمرة حلوة حمرة نضيف هذه المقادير ونضيف الطحين والكاكاو والخمرة حمرة سوف نضيفه في واحد الإناء ونخلطه بالمعالقه ونأخذ هذا المول الذي يدخل الفران الاختيار الذي نريده نضيفه جيداً بالزبدة نضيفه بالطحين ونضيفه الخليط الذي يحصلنا عليه نضيفه الفران الفران يكون شاعل من الفق والتحس ومن الطيب كل شخص على حسب الفران نضيفه ومن المقادير عندما ننشغلها كيف تكون؟ نضيفه ونضيفه إلى حلب ونضيفه ونضيع دعواله والشوكولات الحلوة والشوكولات الحلوة والشوكولات الحلوة اللي كان ديرو في الوليدات مع الحليب غادي ناخدو منو واحد شوية غير هو نحاولو ننضيرو كين واحد النوع اللي هو زوين مدق ديالو حلو كي جيبنين للحك ديالو صفر هدك ممكن الى توفر نديروه ما توفرش نختارو اي شوكلاة حلو بودرا عنا في الدار يكون حلو فقلنا غادي نسخنو كاس ديال الحليب في كاسرنا نزيدو عليه شوية من الشوكلاة الحلو الى ما بغينا الشوكلاة ممكن انو داك الحليب نضيفو عليه ساشي ديال قهوة سريعة الدوابان و شوية ديال سانيدة باش نحليو من اللي كان نخلطو هدك الحليب بقونا دفيناه كيكون دافي مشي نفيدو غا ندفيو نضيفو لي كميا معلقات من الحليب بودرا ذاك الشوكلاة اللي في الحكسفر الى ما توفرش عنا هدك ناخدو اي نوع ديال شوكلاة بودرا الحلو الى ما بغيناش نديرو الشوكلاة ممكن نعودوه نديرو الحليب ندفيوه ونضيفو لي قهوة سريعة الدوابان و شوية ديال سانيدة باش نحليو غادي نحصلو على وحد الخليط سائل غادي نحزو ناخدو الكيكة من اللي كانت طيب وكننخرجوها نخليوها حتى كتبرد وثم مباشرة كننسقيوها بهذا الخليط ديال الحليب مع الشوكلاة الحلو او للحليب مع القهوة سريعة دوابان وسانيدة وكنناخدو الشيتو وكننسقيوها حتى كتبرد مزيان فهاد لوقيته للكيك ديالنا يبرد بعد ما سقيناه بهذا الخليط كانمشيو وكننوجدو الكريم شانتي لكم الاختيار اما ناخدو القيشة التارية الخاصة بالحلويات ونطربوها مزيان مع سكار سانيدة حتى كتطلعتو اللي بويضة بحل تلج وكننحصلو على شانتي بغن نتهنو ممكن وممكن على انو ولا ناخدو ديال العبار ونزيدو على سانيدة ونطربوها عادي ممكن على انو ناخدو بودرة ديال الشانتي ونزيدوش لها الحلاوة انو بودرة كتكون واجدو نزيدو لغيكاس ديال الحليب بارد فقط ومن بعد كنطربوها مزيان حتى كنحصلو على الشانتي فعلى حسب المهم هو انو كنننقضو الكريم شانتي ديالنا اما القيشة التارية احنا طلعناها او لاخدناها بودرة الشانتي واجدو وزدنا لها كاس ديال الحليب مني كننخلطوها مزيان تكساعة كننقضو جنا شوكولات مدوب واحد الكيمياء من الشوكولات مدوب كندروه مع جوج ياغورت ديال الشوكولات كريمي هادو الشوكولات يعني كندوبو من اللي كي دوب لنا الشوكولات من النوع الجيد يكون خاص بالحلوية ندوبو غادي نضيفو لهم جوج ديال ياغورت ديال الشوكولات غادي نخليوه يبرد ومن بعد كنزيدوها للكريمة اللي احنا طلعنا الكريم شانتي اللي احنا وجدنا كيكون بيت فمن اللي كندوبو شوية مع ياغورت كريمي ونخلطوهم ونخلطوهم برد لان كل شي برد ونضيفوه على الشانتي اللي هي بيضة فكيولي اللون ديالها بيج يعني بيج ما كتبقاش بيضة ثم نديرو هاد الخليط من الفوق ديال الكيك بعد ما سقيناه نديرو طابقة من هاد الكريمة اللي احنا حصنا عليها ولي كيولون ديالها بيج ثم مباشرة كنزينو على حسب الرغبة كنزينو بالتزين ديال ميلفوي العادي هذا كتزين ديال ميلفوي ناخدو الشوكولاتة ندوبوه ونديروه يعني في اما في سرنج اولا مثلا كنديرو في الكاغيت هكا كلوي والورق الطابق كلوي وهكا بحل داك الكوغني ديال زريعة وكان نحاولو اننا نحاولو نقطعو بالمقص الراس ديالوي يكون نرقيق ثم نبقى نديرو نقاطات كنزينو بالتزين ديال ميلفوي هذا الكيك صراحة يجيبنين بزاف طريقة ديالو سهلة كيفما قلت غير الكيك اللي احنا كنوجدوه فيه ثلاثة البيضات وقبيسة الملحو سبعاد المعالقبار ديالسانيدا وسبعاد المعالقبار ديالزيت سبعاد المعالقبار ديالحليب سائل وسبعاد المعالقبار ديالتحين فورس جوج المعالق ديال الكاكاو خمارة نخلطوه بطريقة عادية السوائل نضيف العناصر كاملة الحليب والزيت والمقادر ثم نضيفه في طحين والكاكاو والخمارة ونحصله على عجين الكيك ندهن المو ندهن بالفران نفرغ العجين الكيك نضيفه على الفران نضيفه على الفران ونقفه لها نجدها تبرد نضيفه ثم نضيفه شوكوه نضيفه مع الحليب ونضيفه مع الحليب ونضيفه مع الحليب لا نريد شوكوه نعوده بالقهوة سريعة مع شوية ثانية كيكا نضيفه على الفران نضيفه على سائل كيكا نضيفه وشرب جيد وندمجه النوخ ونحصل للحليب قيلة اما بودرة الشانتي لا نضيفه لها كيكا ونضيفه مع الحليب ونرى القشدة طريعة ونضيفه بالتجنسه نزيد لها ثانية و نقوم بطلعها حتى تكون بحل تلج كتولي شانطية من بعد نمشي و نأخذ كسرونة ندره على طريقة حمام مائي باش ما يتحرقشنا الشوكولات يكون من النوع الجيد خاص بالحلويات ندوبهم جيد من اللي يسيحلنا ذلك الشوكولات نضيف لي جوج ياغورت كريمي للشوكولات نضيفهم على الشوكولات اللي دابلنا نضيفهم جيدا from the نضيفهم جيدا نضيفهم جيدا الآن نضيفهم جيدا منذ يبردنا الشوكولات في عدة ساعة أخذها ونضعها على الشانتي ونخلطها جيدا نحصل على كريمة الشانتي لتخلطها مع الشوكولات ويجعلها بيج لا يتبقى اللون بيجج لأنه لا يوجد الشوكولاتية لأنه يوجد بيجج خفيف كثيرا ثم نضيفها كطبقة من الفوق ونضيفها قليلاً على شوكولات كحل اللي هو دوبه وكنديرو نقطات وكنجرو بالكوردون باش كاجينا التزيين ديال ميلفوي العادي فكاجيبنينا بزاف ديك ساعة ممكن لكم اختيار اللي ما بغش يدير الشوكولات مع الياغورت ممكن انو هادك الشانتي يضيف ليه غير روح دك اللي كيتبع بالعبار بخمسة درهم اللي فيه اللون والمداق ودك ساعة لعبوه في المداق يعني كين روح اللي كتعطي اللون والمداق كين روح للشوكولات كين روح ديال كراميل حتى هو كين روح ديال كراميل حتى هو كين روح ديال لون بيج فعلى حسب يعني بعد النوبات ما يتوفرش على مثلا شوكولات وياغورت كريمي وبغينا ما يبقى شهدك شانتي بيض سنضيف لي غير روح صغيرة ديال الروح ديال اي حاجة راكيتبع عند العثار والناس اللي كيبعالش ديال الحلويات كين روح ديال حكييك صغير بالعبار خمسة درهم فما فوق هذا كان الزغير رس ديال الموس ديال ومن كتروش لانو كيمرر وكيتلق لنا اللون والمدق ديال هادك اللي اختارينا كين روح ديال قهوة كين روح ديال الشوكولات كين روح ديال بخاليني كين روح ديال الكاراميل هادو كيمشون مزيال مع هاد الاقتراح ديال كيك اللي احنا حدرنا نتمنى تكون وصلتكم للفكرة ديال هاد الكيك لانو كي جلديد بزاف ومشكورات المستمعات صراحة اللي تقسموا في الفيسبوك هاد الاقتراح ديال هاد الحلوة هاد الاقتراح خديتونا صراحة من عند بشرة تحية كبيرة لها هاد نتمنى انكم تجربوا لانه غايبغيوهم نوليدات بزاف وسهلة في طريقة ديالها يعني مفاش بزاف ديال المراحل وحتى المقادر قليلة بزاف هاد نتوقفوا مع فاصل مستمعنا وغدي نرجعوا مباشرة رفقة ليلى أم ياسين في أهم نصائح المطبخية والمنزلية المفيدة جدا للسيدات وما تنسوش على انه ابتداء من 11 ال12 غيحتر معنا الدكتور طارق لألوسي طبيب اختصاصي في أمراض وجراحات العيون اليوم غدي نتكلموا على العملية الجراحية اللي كتكون بدون تخدير ديال العين غير بالتنويم الإيحائي غير باليبنوز ميديكال فغدي نتكلموا على هاد الموضوع فاخلكم أوفياء للأمولاتي ما تمشون